مرحبا بردي الثور اهلا فيكم في قراءتكم العامة نبتدي باربعة الخماسيات هذا الكرت يعني نوع من انواع البخل ولكن مشرط البخل اللي انت قاعد تظهره قاعد اشوفه هنا في الوظيفة او المشاريع في شخص في محيطك اعلى منك او تتعامل معه دائما يرغب ان يخليك قريبا منه يعني مثلا اذا انت باستطاعتك في مشروعك ان تنتقل الى العالمية ان تنتقل وتتوسع الى دول اخرى هو يرغب ان يخليك فقط محلي فقط قريب منه وراح اقول لك ليش اذا كنت في وظيفة فهذا الشخص لا يريدك ان تصل الى مناصب اعلى او تتحرك من جنبه لسبب مخفي عنك يريدك ان تبقى الى جانبه ودائما مخلنك اقرب اليه انت تعتقد ان نية تصافية ان تعتقد ان يسوي هذا الشيء بسبب مشاعره او بسبب اشوفك هني انت محسن النية محسن النية تتوقع ان يريد الافضل لك ولكن هذا الشخص يريد ان تبقى قريب منه لكي يضعك في قنينة لكي يحبسك عشان يخليك لان ما يتمنى لك الخير ما يبيك تصل الى العالمية اشوف هني برج الثور انت باستطاعتك ان تكون اقوى بكثير وتنجز بكثير اكثر من المستوى اللي انت موجود فيه حاليا ليش هذا الشخص قاعد يتصرف بهذه الطريقة عندنا الخماسي الاول وهو افضل الخماسيات البداية الجديدة هذا الخماسي هو خماسي الترقية الفرصة المنصب المشروع اللي ينجح فنقدر نتوسع ونفتح فرع اخر هذا هو القادم في طريقك ولكن وراء هذا القادم عندنا هذا الشخص ممكن يكون من الابراج النارية ملكة النار او ملكة الاخصان هذه الملكة هي ملكة انانية وعنيدة بطبيعتها تحب كل شيء من اجل نفسها اذا قربتك قربتك من اجل نفسها اذا كانت طيبة معاك فهو من اجل نفسها لا تخطئ لدقيقة ان تعتقد ان هاي الانسان لحولك يقربك من اجلك انت من اجل حبه فيك لا لان انت في منصبك الحالي في عملك الحالي مفيد له هو يستفيد عن طريق ان يضعك في مكان معين ما تستطيع تنمو فيه في وظيفتك الحالية او حتى بغض النظر في مكانك الحالي وظيفيا بزنسا انت تقدر تنمو وتصير اكبر بكثير كأنما هذا الشخص قاعد يحاول ان ياخر او يمنع هاي الفرصة فكل فرصة عمل او فرصة ترقية تأتي في طريقك يقولك او يشجعك انه ما تاخذها او يتكلم بدالك يتكلم بدالك انه فلان من برج الثور غير راغب ان ينتقل من هذا القسم غير راغب ان ينتقل الى المشروع الجديد المحل الجديد احذر من هذا الشخص انه في شي جميل قادم في طريقك فرصة جديدة فرصة من الله سبحانه وتعالى مهيئة لك الاسباب فيها كلها بتفاصيلها مهيئة لك عشان تأخذها وتنتقل الى مرحلة اجدد تنمو انت محتاج الى النمو صار لك فترة طويلة اشوفك يا برج الثور تعوت على وجود هذا الشخص وصار مريح بالنسبة لك ان تبقى على الوضع الحالي لا تبقى لان انت باستطاعتك ان تكون اكبر انت كبير بطبعك وانجازاتك كبيرة وعظيمة فلا تخلي هذا الشخص يضع مثل القنينة على انجازاتك ويقولك فقط هذه حدودك حدودك محلية لا انت حدودك اشوفها في المشاريع وفي الوظيفة عالمية الطلب يأتي عليك والفرص تأتي عليك من دول خارج دولتك انت احذر من هذا الشخص وكون منفتح للفرصة اللي امامك انزل نشوف جانب الاموال عندنا ثلاثة الاكواب وعندنا كارت الحالم الكارت رقم صفر وعندنا خمسة الاغصان برج الثور الاموال في حياتك ستدفق تدفق الماء انا لما اقول ستأتيك الاموال وبعدين اشوف ناس يكتبون في الكومنتات كأننا انتظر اموال وما اتتنا دائما الطاقة وراها شرط الشرط السعي ان انت تسعى في توفيق وفي طاقة متوفرة ولكن تأتي عندما يكون برج الثور اما عنده وظيفة اما عنده مشروع اما انه يستيقظ كل يوم يسعى مو موجود كل يوم في المنزل وينتظر احد يدق عليه الباب ويقول له والله اتتك اموال مو هي الطاقة اللي اتكلم عنها اتكلم عن طاقة هني الاموال تدفق في حياتك ولكن مو انت بروحك انت والمحيطين حولك اذا انت المشابهين لك في الوظيفة هم اخوانك خواتك اصدقائك العائلة نفسها كلكم راح اشوف هني ستر اتمرون بفترة جدا مقاربة مع بعض تشوف مثلا فترة مقاربة كل العائلة يصير فيها حمل جماعي انت هنا راح تمر بحالة مشابهة ولكن بدل الحمل كلكم تأدون ديومكم بقدرة قادر صير تسهيل عندكم من الله ان تأدون ديومكم وايضا تأتيكم اموال ظل الاموال تدفق ظل تدفق مو بس حياتك انت انت واخوانك انت واصدقائك يا برج الثور كلكم راح اصير عندكم صعود متزامن هذه هي الكلمة متزامن متزامن يعني كلكم تسعدون مع بعض انت واللي تحبهم لان عندنا ثلاثة الاكواب هو كرت الجماعة من جماعتك اللي تحبهم صعود مثلا اخوك يتخرج وانت حصل على وظيفة وايضا اخوك الثاني ينجح صعود مع بعض وبشكل عام تأدية ديون عندك من ناحية الاموال راح تستطيعون ان كل شخص ولكن بعد الاموال ما تأتي وتأدون الديون ابتداء من شهر سبعة على الاقل بوادرها شهر سبعة ومعنات ان كل الديون تختفي مع دخول شهر سبعة لا افهموا الامق من كلامي عندنا كارت هنا رقم صفر كل واحد منكم راح ياخذ هاي النجاح وينطلق الى درب مختلف يمكن بعضكم يحبون يدخلون جانب المشاريع بعضكم يحبون التوفير راح يوفرون اموالهم بعضكم يدخلون العقارات كل شخص اشوفي هني انت وجماعتك واحبائك راح تستثمرون بطريقتكم الخاصة ولكن احذر كل الحذر في شخص او شخصين من هالجماعة شخص او شخصين راح يقوم بتصرف طائش لان عندنا هاي كارت الاحمق تصرف طائش في استخدام الاموال اللي تأتيكم دفعة واحدة يتصرف تصرف خاطئ ما يستثمرها في مكان هالصحيح ما يحاصب على الفلوس يعني يبدرها بسرعة وبعدين يرجع يقول لك عطني يا برج الثور ما يصير وايضا عندك طاقة الحسد لكل يحسدونكم خصوصا احذر من الناس في هالفترة اللي تأتيكم الاموال ان النعمة ما تظهر وتظهرها للعلن بشكل واضح انتو حبايبك لان عندك طاقة العين رح تكون عليكم والعين حق مثل ما احنا نعرف فاحذروا انه ما تظهر يعني بشكل خصوصا الناس اللي قلت لك يدخلون بيتكم الضيوف الجيران الاهل اللي مو متعودين انه انتو دائما يكون عندكم هاي الكثر اموال في حياتكم احذروا منهم لا تراونهم كل شي علنا لا تفرشون اموالكم وفلوسكم وذحبكم وكل شي تملكونه من من مصادر الرخاء في الحياة امامهم لا احذروا لانه رح يدخل ما بين هالحبايب عدو عدو يريد التشتيت يريد التفرقة فرصة جدا جميلة من الناحية المالية يا برج الزور رح ننظر الى جانب الدراسة الكثير منكم طلبة او حتى تعملون وتنظرون الى الدراسات العلية عندك ملكة السيوف ملكة السيوف احبها جدا ملكة الذكاء هي ولكن اوقات تتسرع في سحب السيف لانه هي ملكة السيوف تتسرع في سحب السيف ما عندها صبر من ناحية العلم انت عالم لانا تشوف هنا ملكة السيوف عندها كأنما مثل الزجاجة او سوري الكورة كورة الزجاج اللي تستطيع ان ترى فيها كل الحقائق نعم تقدر تشوف كل الحقائق ذكي ومتمكن دراسيا فانت مقبل على مرحلة علميا انت صح ولكن وراها كرت برج القوس الاعتدال وراها ايضا ثمانية الاكواب قاعدة اشوف ان يا برج الثور احذر خلال هذا الشهر ان انت ما تفكر الامور بطريقة مستقيمة يعني انت هنا مثلا اشوف اخترت تخصص وقررت ان تدرس وبعد شمسنا تقول راح ادخل في دراسات عليا النجاح طريقة مو مستقيم في شي لازم تترك عشان تصل لمرادك بما معنى مثلا ان درست هندسة بدرول او درست تخصص معين اذا جيت بتاخذ او تقبل وظيفة مو شرط تقبل وظيفة بالضبط تكون الا في تخصصك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اقبل خلك منفتح امام الخيارات الثانية وان كان تخصصك بعيد لا تشوف الامور بطريقة فقط مستقيمة حد السيف واحد اثنين ما عندي لا خل عندك مرونة محتاج مرونة برج القوس هاي الفترة بما معنى اذا مثلا انت درست هندسة بدرول اتتك وظيفة ثانية مقاربة ولكن شوي بعيدة درست مثلا ادارة اعمال واتتك وظيفة في المبيعات لا بسرعة تعرض عن الفرص الفرص تمر كمر السحاب كما قال احد الصحابة الفرص تمر كمر السحاب فكأن ما هنيت طاقة تقول نعم انت الحين اشوف برج الثور متربع على عرش الاموال قدراتك في العمل وفي المشاريع متربع متربع ايضا مقدم على فترة ما قمت لها رملك ولكن احذر انه ما بسرعات تسحب السيف او تكون مستعجل في قراراتك واحد زائد واحد يساوي اثنين لا خل عندك شوي مرونة اذا اتتك وظائف خارج عن تخصصك في الجامعة احتمال بكرة تسمع من احد الاصحاب ان تخصصك انت اصبح ما علي كثير عرض في سوق العمل ادرس تخصص ثاني خذ بآراء الناس تميزك انت العلمي مو شرط يعني النجاح المهني انت لازم تفهم من الدراسة والنجاح المهني مرتبطين ببعض فشوف السوق الرسالة اللي كيهني ان تشوف السوق اسمع آراء الناس اذا مثلا درست تخصص شفت انه ما علي طلب عادي جدا انك تترك وتذهب الى تخصص الحين سمعت عنا يوجد عليه الكثير من الطلب تخصص وبعدين اكتشف انه مثلا دراساتك العلية لازم تاخذها في تخصص بعيد او ثانوي خل عندك مرونة بشكل عام في حياتك الدراسية ولا تظل ترى الامور بشكل مستقيم انزل خل نشوف الحين هنا جانب الهجرة اللي منكم ينتظرون امور بخصوص الهجرة ما هي الاخبار ما بقول لك باب انا ما احب ابالغ في وصف الامور مو باب في نافذة نافذة اصغر من الباب نافذة ستبتدي تنفتح عن شيء انت انت انتظره بخصوص الهجرة ولكن انت لازم تكون دائما المقدم تقدم تراجع دائما تروح تحصل على الاخبار لان اشوفك اين هي برج الثور من ناحية الهجرة انت ما عندك شيء تخسره ما رح يسحبون عليك السيف صح ما عندك شيء تخسره الشخص اللي دائما يبيهاجر من بلده يكون ما عندك الكثير ليخسره مستعد انه يغامر فانت هني محتاج خلال هاي الشهر انه الظل كأن ما تترقب الظل تبحث عن الاخبار تتنقل تذهب من دائرة لدائرة من مكتب الى مكتب ايضا من سفارة الى سفارة انت ما تعلم هني يقول انت ما تعلم وين رح يكون رزقك وين رح تمر تتم الموافقة عليك اشوف هنا كأن ما فيه جهة معينة رفضت استمارة الهجرة تبعك في الماضي مش راضي انها رح تضل رفضتها للأبد لان هذا شيء معناته الرفض ابدا طول العمر ما حيا برج الثور لا فيجهة رفضتك رح تبتدي تكون عندها بوادر كأن ما يستقبلون على الأقل استمارتك من جديد لا تستسلم ظل قدم وظل ابحث عن الأخبار ويد هني يا برج الثور اشوف عندك طاقة أخبار تأتيك من اللي حولك أخبار ابحث في الأخبار انزيل وظل قدم لا تستسلم ظل قدم لأن أشوفك هنا ما عندك شيء تخسر ولا عندك شيء حتى تكون خجول بشأنه هذا الشيء ما يصير تكون خجول وتسعى له في نفس الوقت في فرصة رح تنفتح أمامك ولكن بطيئة بما أنها الكوب الصغير بطيئة وتحقيقها ما يكون بين يوم وليلة ولكن على الأقل بداية قبول أوراقك الرسمية تكون من هاي الفترة جانب الصحة برج الثور شفت أمامي كرت برج الأسد وهو كرت القوة في جانب الصحة عندك كرت برج الأسد ثمانية السيوف وعشرة الأكواب دائما أقول لك عزيزي برج الثور لا تتحمل الكثير من الالتزامات المسؤوليات الهموم في العمل في المنزل لدرجة أنها تأثر على صحتك برج الثور هي من الأبراج هو من الأبراج ثوري اللي دائما يثبت لنا أن الكر رح يستسلم وهو رح يضل باقي وحبك على هاي الطبع اللي فيك ولكن في شيء هني كثرة المسؤوليات كثرة الالتزامات قاعدة تؤثر عليك وعلى صحتك على أغلب الاحتمالات شيء خص انسداد هنا عندنا كثرة الأكواب شيء خص الانسداد انسداد شرايين حتى انكتام نفس شيء يتوقف عندك انكتام نفس نغزات تحس بنغزات عندما تتنفس في شيء ينكتم تحس بكتمة كتمة النفس هذه ناجمة عن توتر وكثرة الالتزامات فحان الوقت ان انت شوي ترخي أعصابك وتخفف المسؤوليات والحمل من على ظهرك نشوف الجانب القانوني اذا بنتظر اي موضوع في النظام القانوني او القضائي في الدولة عندك عندنا ثلاثة الخماسيات وراها اربعة الاكواب وراها ثمانية الاكواب برج الثور في النظام القانوني هذا الكرت اول شي تكرر في القراءات بما معناه انه رح يكون طاقة عامة لشهر يوليو ثلاثة الخماسيات اهني قعد اشوف النظام القانوني اذا عندك قضية تنتظر حكمها الحكمية رح يصدر ولكن انت ما رح تكون سعيد بالتقسيم ما رح تكون سعيد بالتقسيم لانك انما انت هني قعد اشوف كتفض زواج تفض شراكة تفض عقد تريد ان تنهي شيء تتخلص او تتملص يعني تطلع من شيء تطلع من التزام انت اخذته سابقا وكنت تتوقع للنجاح ولكن هذا مو بسبب انت ولكن بسبب احتمال اطراف ثانية اذا كنت في زواج كأنما الشريك اذا كنت في مشروع شركائك في المشروع اهم اللي ارادوا الخروج قبلك صح ولكن هني شنو اللي رح يصدر في الحكم اشوف ان اللي رح يصدر رح يكون بتعميم عليكم كلكم في خسارة مادية او في التزامات الكل رح يطر يتحملها انت والاطراف الباقية تتحملونها بشكل متساوي اللي قاعد اشوف هني انك ما رح تكون سعيد بالحكم لانك تحس مو انت اللي رفض ان تعمل معاهم او تدعاون معاهم او هم اللي رفضوك او هم اللي قاعدين يحولونك سوري يحملونك الثمن ثمن عدم رغبتهم في الابقاء على الشراكة سواء كانت شراكة مشروع شراكة زواج شراكة من اي نوع من الانواع او هم اللي يرفضون وانت اللي يحملونك في الخسارة المادية ف اذا لقيت ان هاي المعلومة تنطبق على حالتك اسرح و اشرك النظام القضائي في هاي الحقيقة عشان بعدين مو لما يصدر الحكم وينتهي الحكم تكون مو سعيد بالنتيجة او مو راضي عن النتيجة تحرك من الحين لازم تكون اكتف او فعال في الكلام الحديث تكلم هني اشوف عندك زعل وحزن وعدم رضا ولكن كلهم خللنا في قلبك تكبت تكبت يا برج الثور وطبيعة التحمل عندك بعد يأثر هنا على صحتك يسبب لك نوع من الانسداد وايضا حتى الحكم ما راح يطلع الى صالحك اذا ضليت ساكت ومتحمل حان الوقت انك تفرش السجادة وتتكلم وتعبر وتقول من اللي كان مخطئ ومن اللي اراد الانسحاب انزين الحين ننتقل الى العاطفية انزين راح اقرى لكم الشعر اللي ظهر لكم وهو هذا هذا الجزء هو جزء برج الثور يقول لك ذلك الشخص الذي يشاهد حسن الحبيبة وعارضة ويدين فيهما النظر من المحق انه سيحصل في النهاية على الرشد والبصر مرادك مرادك يا برج الثور في النهاية ستحصل عليه ستحصل على الحب ستحصل على زواج الحب حتى ستحصل على الشخص اللي انت استحقه وهو يستحقك مرادك مع الحبيب سيتحقق يقول لك من المحقق انه سيحصل في النهاية على الرشد والبصر تدري ليش لانه يقول لك هنا يدين فيهما النظر انت كبرج الثور تتمتع بطبع اسمه قوة التحمل واسمه الاستمرار لما باقي الابراج يتعبون يتنازلون ينسحبون انت تبقى هذا الشيء مثل مراويتك يأثر على صحتك ولكن في نفس الوقت يخليك انت أكفأ وأجدر من تحصل على الجائزة الأمنية لما يأتي الوقت عشان يتحقق أمنيتك انت الأولى من بين كل الابراج اشوفه في هاي القراءات لان انت اكثر واحد تحملت انت اكثر واحد صبرت الكل كان يصبر ولكن شوف كل الابراج في صبرهم دائما يشتكون الكثير تعبنا كثير صبرنا كانت سنة تعبانة علينا الا برج الثور طاقة هادئة يظل متحمل يظل عنده أمل فانت اقولها لك وبستحقق انت اللي المفروض وهني القراءة تقولك انت اللي اول من يستلم ومنية في الحب انت ولقد جعلنا رؤوسنا كالقلم مطيع لأمره فياليته يقطعها بضربة واحدة من سيفه تريد الوضوح طاقة السيف تطلع لنا هنا مرة أخرى ضليت مو بس متحمل مطيع ايضا مطيع لأمر الشريك يعني كأنما اشوف هنا برج الثور ما غلط ما كان انتهازي ما كان استغلالي ما شاء على الطريق الصحيح على الطريق اللي يرضي الله ورسوله مع الشريك سويت كل اللي تستطيع انك تسوي مثل ما نقول رأيتك بيضة انت ولكن حين انما وصلت الى مرحلة تريد فيها الجواب هل سترجع او ما راح ترجع هل بيننا زواج او ما بيننا زواج وصل الوضع انك تريد الوضوح يقول لك والعاشق في وصالك كالفراش التي ضفرت بالشمع تتجدد رأسها في كل لحظة تحت السند لهبك شريك الحالي اللي تسألني عنه مثل الفراشة على الشمع الفراشة تذهب الى نور الشمع او النور المتقد فكأنما هو هذا الشريك ترى منجدب لك ويرغب بشيء اكثر معاك ولكن ترى في شيء يمنع شنالي قاعد يمنع عمر الفراشة الفراشة عمرها ليس طويل بما انه هي حشرة وعمرها قصير وتمر بالكثير من مراحل كناية على انه شريكك دائما يدخل ويطلع ما عكسك مو انت برج الثور دائما باقي دائما تتحمل يحتمد عليك شريكك اللي تتعامل معه احتمال يمكن يكون هوائي يمكن ناري وهو اللي بسرعة يتغير وينسحب ويغير كلامه ويغير في وعوده لان عمر الفراشة مثل ما قد لك ليس طويل بس مو انت يقول لك ولي ربما استطاع ان يصل الى تقبيل اقدامك من جعل رأسه دائما كالاعتاب لبابك انت تقول تتمنى شخص هني يقول لك الشخص اللي رح تحصل عليه هو اللي يستاهلك اللي جعل رأسه دائما كالاعتاب لبابك تتمنى شخص وحط في بالك يمكن ايضا شخص ولكن اللي رح تناله اللي تستحقه اللي ما تستحقه رح تشوفه في حياتك مثل الفراشة يدخل ويطلع حتى لوش كثر كنت متمسك فيه واللي تستحقه وهو اللي في النهاية يصل الى تقبيل اقدامك وهو اللي يصل الى عثبة محلتك عرفت قصتي وهو اللي يبقى اللي يبقى هو الافضل الصالح وانا ملول من هذا الزهد الجاف فاين الشراب المروق الصافي تبحث عن وضوح الامور مع الشريك وتعبت من تغير الاحوال يوم يبقى ويوم يرحل فان رائحة الخمر تنعش دماغي وتحيي أنفاسي تنتظر على الأقل ولو ريحة ولو خبر من هذا الشخص ولو إشارة يعطيك إشارة إشارة إيجابية إشارة سلبية تنتظر على الأقل من إشارة عشان تعرف اللي لك واللي عليك يقول لك وإذا لم يكن لك فائدة من الخمر أليس يكفيك منها إنها قادرة على أن تجعلك لحظة واحدة لا تحس بوساوس العقل شنو فائدة الأمل والتعلق بالشريك أنت بالحين تحس مثلا أنه ما في فائدة لأن هذا الشخص لحد الآن ما رجع تعلقك مو بالشخص نفسه بالحب أنت مثلا لما تقول أريد فلان ورد فلان يرجع لي يرجع لحياتي أنت مو فقط متعلق فيه أنت متعلق لحد الآن بفكرة الحب نفسها الأمل نفسه هو اللي يحييك ترى هو اللي يخليك متمسك بالحب عندك أمل في الحب ومثل ما شفنا في بداية القراءة أملك في الحب هو اللي يوصلك للحب نفسه مشرط الشخص ولكن الحب نفسه السعادة نفسها نزين وذلك الشخص الذي لم يخرج بقدمه عن طريق التقوى والصواب هل رأيته الآن وهو يرغب في السفر إلى حانة الشراب بعد أشوف الحين برج الثور بعد فترة مو الحين لا بعد فترة بعد شهور بعد سنين ما تمر وإن تحصل على مرادك هذا الكلام بعد أن تحصل على مرادك الشخص اللي كان في حياته أو في حياتك سوري مثل الفراشة يدخل ويطلع وما يبقى وما يعتمد عليه هو الشخص اللي يصير مثل شنو يرغب في السفر إلى حانة الشراب يرغب أنه يرجع إلى مكان هو تركه من الأساس ممكن أنه يا برج الثور كأنا قاعدة أشوفه هنا تأتيك فرصة زواج فرصة ارتباط بشخص جاد أكثر يعتمد عليه أكثر أو تأتيك على الأقل فرصة إذا كنت أصلا مرتبط تأتيك فرصة أنه تعيد أملك بهذا الشخص فيه شخص لجوف الثراء وسم الهواء المستعر في كبدك حاليا شريكك أو الشخص اللي تسألني عنه قاعد عند الكثير من الشوق الكثير من الرغبة دائما هني تكلم لنا عن الشمعة والاشتعال والفراشة في عند الكثير من الكلام اللي يرغب أن يقوله لك الكثير من الاشتياق الكلام تعبيره تعبيره عن مشاعره تجاهك ولكن ما يقدر كأنما أشوفه هني أحس نفسه أنه ما يقدر يوصل لك مشاعره لأنه يمكن ما رح بما أنه عند الفراشة ما رح يسعى الوقت ما رح تسعى الموارد أنه فعلا يقدم لك شيء ذا قيمة يعني شي الفايدة كأنما هني يقول شي الفايدة أقول لك مشاعري وأنا في النهاية ما أستطيع أعطيك اللي أنت تنتظره أنت مثلا تنتظر زواج أنت تنتظر شخص على قد المسؤولية أنت تنتظر شخص معين في بالك فكأنما هني يا برج الثور في الرسالة العاطفية لك قعد أشوف وضعك الحين وقعد أشوف وضعك بعد ما تمضي سنين وترتبط بشخص أكفأ أجدر وتنظر للشخص القديم كأنما مثل السراب مثل الحلم اللي أنت خرجت منه بعد فترة من الزمان آخر من الزمان ترجمة نانسي قنقر